ثمانية أعوام مضت على جمعة الكرامة دماء الشهداء الذين ارتقوا في ذلك اليوم المشهود لا تزال حاضرة بلونها القانية الممزوج بالكبرياء بل وتتجدد في نهر التضحيات الغالية التي يبذلها اليمنيون من أجل هزيمة الثورة المضادة الداخلية والخارجية واستعادة الدولة والحرية والكرامة الثامن وعشر من مارس آذار 2011 يوم مفصلي في تاريخ اليمن في ذلك اليوم تسور قناصة محترفون قادمون من أكثر الوحدات العسكرية تدريبا منازل أنصار نظام صالح في حي الجامعة القديمة وشارع الدائري الغربي وسط صنعاء حيث تموضع شباب فبراير مدشنين ثورتهم التي انتهت بسقوط نظامه بعد أشهر فقط هنا وخلف هذا الجدار الذي يحمل من دلالات القطع مع الحرية والكرامة ما لا يحتاج إلى توضيح تخف القتلة وأنصارهم تغطيهم هالة من الدخان الأسود ليمارسوا مهمة القتل التي أريد لها أن تضع نهاية حاسمة لربيع اليمن في ظهر ذلك اليوم وأثناء صلاة الجمعة بدأ القناصة مهمتهم فحصدوا خلال ثلاث ساعات فقط نحو ستة وخمسين شهيدا وأضعافهم من الجرح والمصابين الذين عج بهم المشفى الميداني المتواضع في ساحة التغيير مضت الأحداث اللاحقة للمجزرة في مسار حاسم بعد أن منحت ثورة فبراير الحياة والزخم الذين لم تعهدهما قبل ذلك التاريخ فيما ذهب صالح وحيدا في تدابير من بينها إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واتهام سكان الحي بتصفية ثائرهم الخاص بهذه الطريقة الدموية الاحترافية وكأن الأمر برمته مجرد قضية تتعلق بإقلاق السكينة دماء شهداء الثامن عشر من مارس آذار 2011 لم تذهب هدرا فسرعان ما بدأ التكتل السلطوي لصالح ينهار بشكل تدريجي حيث اندفع بعض رموزه إلى القفز خارج السفينة متحللين من آثار هذه الجريمة وكان اللافت في خضم مأساة كهذه هو غياب العدالة إلا من صوت منصف للنائب العام الذي سرعان ما تمت إقالته وحين أريد للعدالة أن تحضر سلكت طريقا شائكا متشعبا وانتهت إلى لا شيء تقريبا وبقي معها القتلة طلقاء وبعيدين عن المساءلة أدرجت المحكمة أربعة وثلاثين شخصا كهاربين من العدالة من بين المشتبه بهم الثمانية والسبعين المدعى عليهم من قبل النيابة أواخر يونيو 2011 لكن منظمة هيومان رايتس ووتشال أمريكية اعتبرت في تقرير لها أن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة في جريمة جمعة الكرامة تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى آخره تحصن القتلة بمعسكراتهم وقصورهم إلى أن حلت ساعة النهاية المدلة فدماء الكرامة وسرها تكفل بزوال النظام وحينما تكتل رموزه من جديد في تحالف مع عداء الجمهورية تكفلت يد العدالة الإلهية بمعظمهم بين قتيل وسجين ومطارد ومبعد يتقدمهم رأس النظام الذي لقي حتفه وحيدا في حصنه الحصين بأيدي قتلة من الصنف نفسه